السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة التقويم وإعادة التأويل ورمضان مبارك عليكم أجمعين أسأل الله تعالى أن يدخله عليكم بمزيد من الأجر والتواب مشاهدي الكرام ما زلت أتذكر حينما كنت أقدم محاضرات في التوحيد حينما كنت أتكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وكنت أبين أباطيل الصوفية والأسماء التي يتداولونها مثل القضب والغوت والأبدال وغير ذلك كنت أتعرض للهجوم والتضييق حتى لا تنتشر المعلومة حتى لا تنتشر الحلقة وحينما دخلنا الآن صراعا آخر في فهم هذه المعاني خصوصا ونحن الآن نتكلم عن الاستغفار الصحيح ومعانيه والصيغة الصحيحة للاستغفار أحب أن أعيد ما كنت أقوله في الماضي حتى يعلم أهل البدع أننا لسنا فلاسفة ولا نغير جلدتنا أبدا وإنما ندعو إلى الله ونبلغ آيات الله بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الاعتماد على الأباطيل أو قصص الناس الواهية وحتى لا أضيع الوقت أدعوكم للإستماع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبة الكرام في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأتكلم عن أقسام التوحيد وسأتكلم أيضا عن بدع أهل التصوف في التوحيد أقول مسعينا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أته اليقين اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أحبة الكرام عذرا على هذا الغياب كنت مشغولا بأمور جد مهمة وأسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وفي أمن وأمان أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم من الظالمين والأشرار ومن كل الحاسدين والعائدين والسحرة الفجار أسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير ويغلق عنكم أبواب الشر ويرفع قدركم ومقامكم إن شاء الله تعالى إلى جنات الفروس الأعلى أحبة الكرام إن العقيدة الإسلامية في جوهرها تقوم على كلمة لا إله إلا الله وهذا ما يميز الشريع السمحاء عن الديانات والملل الأخرى التي جعلت لله ولدا وزوجا وشريك وقد اتفق جمهور أهل العلم من المسلمين الأحياء منهم والأموات على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام أو إن صحت العبارة أن التوحيد له ثلاث ركائز أو دعامات لا بد أن تكون هذه الركائز متكاملة ولا تصح دعامة واحدة من هذه الدائم مع التنكر للأخرى أو الطعن فيها وهذه الأقسام هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أحبة الكرام إن فهم معنى الألوهية والربوبية وأسماء الله وصفاته هو فهم للا إله إلا الله وقبل أن أبدأ أحب أن أبين الفرق بين الربوبية والألوهية إن الفرق بين الربوبية والألوهية يتجلى في كون الربوبية عطاء والألوهية تكليف أعيد إن الفرق بين الربوبية والألوهية هو أن الربوبية عطاء والألوهية تكليف والآية من القرآن الكريم التي جمعت أقسام التوحيد الثلاث توجد في صورة مريم الآية 65 حيث يقول المولى عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية هذه الآية أحبة الكرام تجمع أقسام التوحيد الثلاث فعندما يقول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض هنا تتجلى الربوبية لله سبحانه وتعالى هنا تتجلى الربوبية فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما فهو خالق كل شيء بما فيهم هذا الإنسان وقد خنى إن الربوب يعطاء الله تعالى خلق الإنسان وتكلف برزقه كان هذا الإنسان مؤمنا أو كافرا الله سبحانه وتعالى تكفل برزق المؤمن وتكفل كذلك برزق الكافر الله سبحانه وتعالى تكفل برزق جميع المخلوقات الله سبحانه وتعالى تكلف برزق جميع المخلوقات العاقلة منها والتي ليس لها عقل فالله سبحانه وتعالى حينما خلق رزق فالآن ونحن نعيش على ظهر هذه البسيطة هناك كفار بالملايين أو الملايير تجد الكافر وقد زاده الله سبحانه وتعالى بسطة في جسمه وزاده الله سبحانه وتعالى بسطة في رزقه ترى الكافر له الملايير من الدولارات وله بنين وله خدم وحشم وأساطيل وأبراج وقصور وغير ذلك وهذا الكافر يكفر بالله سبحانه وتعالى وهذا الكافر يكفر بما جاءت به الرسل ويعني نحن نعيش على هذه الأرض نرى هذا النوع من البشر وعندما نقرأ القرآن أحبة الكرام نجد فرعون يقول لملائه أنا ربكم الأعلى وبالرغم من ذلك فالله سبحانه وتعالى أعطاه الصحة وأعطاه السلطان وأعطاه القوة وأعطاه المال وأعطاه كل شيء فالله سبحانه وتعالى هنا رب فالربوبية أعطاء فهذا هو معنى الربوبية الربوبية أعطاء فالله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها فالله سبحانه وتعالى حينما خلق قلنا رزق فلذلك تجد الكفار يعترفون بهذه الربوبية لكن ينكرون الألوهية الربوبية قلنا هي عطاء من الله سبحانه وتعالى فعندما الله سبحانه وتعالى خلق أي إنسان مؤمن كافر خلق مخلوقات عاقلة أو غير عاقلة فالله سبحانه وتعالى تكفل برزقها دون شروط محددة فالربوبية أعطاء وأما الألوهية فهي تكليف فننتقل إلى الشق الثاني من الآية الله سبحانه وتعالى قال رب السماوات والأرض وما بينهما قلنا هذا الشق يتكلم عن الربوبية وقال الله سبحانه وتعالى فاعبده واستبر هنا نتكلم عن الشق الثاني توحيد الألوهية قال تعالى فاعبده واستبر لعبادته هنا يتجلى توحيد الألوهية وقلت إن توحيد الألوهية تكليف للمخلوقات العاقلة باستجابة الأوامر والنواهي التي أتى بها الرسل وأتت بها الشرائع كما قلت من أوامر ونواهي لذلك نجد الكفار يقرون بالربوبية لأنها عطاء وينكرون الألوهية لأنها تكليف وهذا الأمر نراه في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يفكون ننتقل بكم أحبة الكرام عن الشق التالت التي تتكلم يعني عن أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية يعني القسم التالت يقول الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية والمعنى أن ليس هناك من يشبه الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته لأنه تعالى له الأسماء الحسنى تبارك وتعالى إذن أحبة الكرام وقبل أن أتكلم عن هذه الأقسام التلات أحببت يعني أن أنطلق من هذه الآية الكريمة الآية 65 من سورة مريم حتى أبين للحضور أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الأقسام التلات في القرآن الكريم حتى لا يخرج إنسان ويقول يعني لماذا هذه الأقسام وما هي حجية هذه الأقسام من الكتاب أو السنة لأنه كما تعلمون هناك أهل الضلال وهناك أهل البدع وهناك من يأخذون الكلام إلى اتجاه آخر يعني من يأخذون يعني كلام أهل السنة والجماعة أو يأخذون كلام الذي اتفق عليه أهل العلم إلى معنى آخر أقول لهم إن الآية 65 من سورة مريم تكلمت عن الأقسام التلاتة للتوحيد هو توحيد الربوبية وتوحيد الأولوهية وتوحيد الأسماء والصفات ننطلق بحضراتكم أحبة الكرام إلى القسم الأول وهو توحيد الربوبية توحيد الربوبية أحبة الكرام معناه توحيد الله عز وجل بأفعاله وإفراد الله سبحانه وتعالى بقدرة الخلق والملك والتدبير فلا يوجد خالق في هذا الكون إلا الله حيث قال في كتابه العزيز الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل كما أن الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله سبحانه وتعالى أحبة الكرام هو مدبر لكل الأمور قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد الله سبحانه وتعالى هو الرزاق قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون والله تعالى هو الحي القيوم الله سبحانه وتعالى هو نموحي ونمويت أحبة الكرام أحبة الكرام كما نعلم أهل الكفر في عهد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قد أقروا بتوحيد الربوبية أقروا بتوحيد الربوبية لكنهم أنكروا توحيد الألوهية قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله لكن هؤلاء الكفار لم يدخلوا الإسلام بالرغم من اعترافهم بتوحيد الربوبية وقد قلت في بداية كلامي أن أقسام التوحيد أو الدعائم الثلاث للتوحيد لا بد أن تكون مجتمعة فلا يصح الإيمان بدعامة أو اثنين مع نكران الأخرى ثلاث دعامات لا بد أن تكون مجتمعة لا بد أن نؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأسماء الله وصفاته فهؤلاء الكفار أخذوا من عطاء الربوبية وفروا من تكاليف الألوهية ننتقل الآن إلى توحيد الألوهية وهو القسم الثاني وقبل أن أتكلم عن توحيد الألوهية أحب أن أقف عند هذا الحديث هذا الحديث يلخص معنى توحيد الألوهية عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا السعنت فاسعن بالله وعلمن الأمة لو الشمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك وإن الشمعو على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الأقلام وجفة الصحف تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى هذا الحديث أحبة الكرام يلخص المعنى الجوهري لتوحيد الألوهية هذا التوحيد الألوهي الذي افتقدناه في زماننا هذا فرأينا أن الناس تستعين بفلان وعلان نرى الناس تستعين بالأضرحة وبالأولياء يعني سبحان الله الناس تبتعد عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وتتجه إلى الزوايا والأضرحة والقبور الناس تستعين بغير الله سبحانه وتعالى سبحان الله هذا هو الشرك هذا هو الشرك الذي حضرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ونعلم أن حفظ الله يتجلى في تقوى ويتجلى في الامتتال لأوامره والشناب نواهيه يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاك إذا سألت فاسأل الله إذا سألت فاسأل الله لا تسأل فلان ولا تسأل الولي فلان أو القطب فلان أو الملك فلان أو الأمير فلان أو السلطان فلان إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسعن بالله يعني نجد الناس تتجه إلى الأضرحة والقبور وتستعين بالأموات وهذا من الشرك هذا من الشرك الذي نراه نراه جليا في أيامنا هذه نرى الناس تستعين بالأضرحة وتستعين بالقبور وتستعين بفلان وعلان وإذا استعنت فاسعن بالله وعلم أن الأمة الله سبحانه وتعالى أحبة الكرام قال والسعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله سبحانه وتعالى يطلب من الناس الاستعانة بالله من خلال الصبر من خلال الصلاة من خلال الاعتماد والالتزام بالأوامر والنواهي هذه الاستعانة الحقيقة بالله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى طلب منا عندما نسأل أن نسأل الله سبحانه وتعالى وهنا تتجلى حقيقة التوحيد وهنا يتجلى حقيقة الإيمان بالألوهية لكن للأسف يعني في زماننا هذا يعني من خلال الفيديوهات التي نراها على اليوتيوب ومن خلال المعلومات التي نراها ومن خلال المواضيع التي نتابعها نرى هناك أفواج كثيرة من الناس سطوفوا حول الأضرحة والقبور وسبحان الله نراهم يستعينون بالأموات يعني ميت هناك أموات قد ماتوا منذ مئات السنين ورغم ذلك نجد الجهل من الناس يطلبوا من هؤلاء الأولياء أن نرى هؤلاء يستعينون بهؤلاء الأموات وهؤلاء الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث أحبة الكرام يلخص معنى توحيد الألوهية إن توحيد الألوهية هو توحيد الله عز وجل من خلال أعمال العباد التي أمرهم الله بها والتي تصرف يعني كافة أنواع العبادة لله وحده دون شريك مثل القيام بالدعاء والتضرع لله عز وجل والإسعان به والصغفاره وكما قلت الالتزام بأوامره ونواهيه ويعني الصلاة لله والزكاة لله والصيام لله والحج لله يعني كل أمور التي أمرنا الله بها التي أمرنا الله بها سبحانه وتعالى تكون لله خالصة من دون أي أحد قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرهم ويقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله والشنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الدلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقد أنكر المشركون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ألوهية الله وتوحيده وجعلوا له ندا يعني الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية لكن كانوا يجعلون الأصنام كانوا يجعلون الأصنام ويعبدون الأصنام مع الله سبحانه وتعالى كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى فهؤلاء يعني كانوا بعيدين عن توحيد الله سبحانه وتعالى هؤلاء كانوا بعيدين عن توحيد الألوهية أحبة الكرام هذا باختصار وأنتقل بكم إلى معنى توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات أحبة الكرام ويقصد به الإيمان بكل شيء ورد في القرآن الكريم وفي سنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته يعني كل الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وجب الإيمان بها وكل الصفات الموجودة في سنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم المدونة في السنة وجب الإيمان بها فعلى سبيل المثال اسم الرحمن هي من صفة الرحمة وصفة السميع هي من صفة السمع والعزيز من صفة العزة والقادر من صفة القدرة والحكيم من صفة الحكمة وغير ذلك قال سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هذه أسماء الله تعالى هذه بعض أسماء الله الحسنى الله سبحانه وتعالى يقول له الأسماء الحسنى فعندما نقول هذا حسن ونقول هذا أحسن ونقول هذه حسنى يعني سبحان الله للحسن درجات حسن أحسن حسن له الأسماء الحسنى عندما أقول هذا حسن على وزن فعل وعندما أقول هذا أحسن على وزن أفعل أي أفضل وعندما أقول حسن بمعنى منتهى الكمال والجلال نقول هذا كبير ونقول هذا أكبر ونقول هذه كبرى قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أكبر يعني هذا كبير وهذا أكبر وهذه كبرى قال تعالى وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى قُلْنَا هَذَا حَسَنْ وهذا أحسن وهذه حسنى له الأسماء الحسنى عندما أقول يعني لله الأسماء الحسنى بمعنى قد بلغت منتهى الكمال والجلال الحسنى بمعنى بلغت من الحسن غايته ونهايته فعندما نقول إن الله رحيم فهو اسم من أسماء الله الحسنى وكل أسماء الله التسعة والتسعين هي أسماء حسنى بلغت مبلغ الكمال والجلال والدقة المتناهية فعلى سبيل المثال من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الداب بحافرها على ولدها خشية أن تصيبه قوله صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا الرحمة أحبة الكرام صفة تابتة لله عز وجل لذلك يعني هذه صفة من الصفات عندما نقول الإيمان بالربوبية واجب والإيمان بالألوهية واجب والإيمان بالأسماء والصفات واجب فالرحمة هنا صفة تابتة عن الله سبحانه وتعالى فهو الرحمن الرحيم كما أن الإنسان وحتى الحيوان أيضا يوصف بالرحمة ورحمة الله هي الحسنى في منتهى الكمال لا تقارن برحمة المخلوق أبدا ومطلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة فأمسك عنده تسع وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو علم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار قد يقول قائل على سبيل المثال إن الرحمة إن رحمة الله مخلوقة بدليل النص الحديث الشريف فكيف تكون مخلوقة وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يقول هذا السؤال ممكن أن يتبادر إلى دهن أي أحد الرحمة رحمة الله مخلوقة بدليل بدليل الحديث الشريف حديث أبي هريرة قال سمعسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يعني الرحمة مخلوقة قد يقول قائل إن رحمة الله مخلوقة بدليل هذا الحديث الشريف فكيف تكون مخلوقة ويصفة من صفات الله سبحانه وتعالى والجواب أحبة الكرام عن هذا السؤال هو أن الرحمة تنقسم إلى قسمين القسم الأول رحمة ليست مخلوقة تضاف إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف وهذه الرحمة سوف يستشعرها المؤمن عند دخوله إلى الجنة الرحمة التي هي صفة الرحمة التي هي صفة الله جل وعلا تتبت له على ما يليق بجلاله وعظمته من ذلك قوله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء وقوله سبحانه وتعالى وربك الغنيد الرحمة وأما القسم الثاني هي رحمة مخلوقة القسم الثاني قلت هي رحمة مخلوقة تضاف إلى الله تعالى إضافة المفعول إلى فاعله وهي الرحمة التي خلقها يعني مئة رحمة فأمسك تسع وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة قال تعالى قال الله قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله سبحانه وتعالى حينما أرسل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين أرسلهم بالرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا سبحان الله يعني هذا الحديث حينما نقارنه بالحديث السابق بأن الله سبحانه وتعالى خلق مئة رحمة فالرحمة التي موجودة عندنا الآن في الدنيا هي جزء من مئة جزء والله سبحانه وتعالى خبأ تسعة وتسعين جزء يعني من بين التسعين يعني هذه الرحمة هي مخلوقة يعني أنا أعطي الدليل على أن الرحمة تنقسم إلى قسمين رحمة هي صفة الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة والرحمة المخلوقة هذه مئة رحمة هي مئة مخلوقة النبي صلى الله عليه وسلم من بين الرحمة من بين الرحمات التسعة وتسعون التي يخبأ الله سبحانه وتعالى إلى عباده عند عرض الناس يوم القيامة يوم العرض يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل الأنبياء كانت لهم دعوة مستجابة يعني فهذه الدعوة المستجابة لهؤلاء الأنبياء تمت في دار الدنيا إلا دعوة وشفاعة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم وكما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نتكلم عن الرحمة المخلوقة الرحمة الموجودة في قلب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وهذه رحمة من الرحمات التي خبأها الله سبحانه وتعالى من بين التسع والتسعين الرحمات المتبقية وهذا فقد مثال قدمته إليكم أحبة الكرام كما قلت أعطيته مثالا واحدا فقط لصفة من صفات الله تعالى وهي الرحمة أسماء الله وصفاته هي حسنة بلغة الكمال والجلال غايتها أسماء الله وصفاته فيها إتبات ونفي النقطة المهمة التي نحب أن نركز عليها وهي أن عندما نتكلم عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هذه الأسماء وهذه الصفات فيها إتبات ونفي أسماء يعني أسماء الله وصفاته فيها إتبات ما أتبته الله لنفسه في كتابه العزيز أو أتبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته سواء من الأسماء الحسنى والصفات العلاء على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف أو تشبيه أو تمتيل أو تكيف أو تعطيل عندما يخبر الله سبحانه وتعالى عباده إنه سميع بصير وغير ذلك نقول هذا إتبات من غير تشبيه أي نقول إن بصر الله يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله سميع بصير نقر ونجزم بأن الله فعلا هو سميع وأن الله سبحانه وتعالى هو بصير لكن أن نشبه ونقول إن بصر الله كبصرنا أو سمع الله كسمعنا فهذه قد تخرجنا من الملة يعني نقر بالصفة ولا نشبه ولا نمثل ولا نقارن ولا نتفلسف أو نخود في التفاصيل أو نعطي الفرصة للشياطين للخوض في هذه الأمور وعندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لا تأتي أخي الكريم وتشبه يد الله أو تتخيل أن يد الله عبارة عن أصابع أو غير ذلك لكن نقر أن لله صفة وأن لله سبحانه وتعالى يد لكن كي نقول أن يد الله كذا أو كذا أو ندخل في التشبيه فهذا ما لا يجوز إطلاقا وعلينا أن نصح دراء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المسألة الثانية النفي فأي شيء نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في القرآن الكريم أو نفاه الله سبحانه وتعالى من خلال سنة الحبيب المصطفى عليه صلى الله عليه وسلم فهذا يعني وجب يعني الإيمان بهذا الشيء ولنا مثال على سبيل المثال الحصر في آية الكرسي حينما يقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخده سنة ولا نوم فهنا نجد النفي أن الله سبحانه وتعالى لا ينام الله سبحانه وتعالى لا تاخده سنة ولا نوم هذا نسميه نفي الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه أن تاخده سنة أو نوم فهذا مثال بسيط قد ضربته يعني الصفات الله سبحانه وتعالى لمذكورة في الكتاب والسنة يعني تنقسم إلى قسمين إتبات أو نفي كل ما أتبته الله سبحانه وتعالى نؤمن به من غير تشبيه أو تمتيل أو تكيف أو تعطيل أو غير ذلك وكل ما نفاه الله سبحانه وتعالى نؤمن به ولا ننسبه إذا الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نقول أن الله سبحانه وتعالى تاخده سنة أو تاخده نوم فهذا الكلام قد يخرجنا أحبة الكرام يخرجنا ليس قد يعني يخرجنا من الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني هناك إن شاء الله في المستقبل سوف نخصص حلقات كثيرة عن أسماء الله سبحانه وتعالى يعني هناك تسعة أو تسعين إسم ممكن أن نخصص لكل إسم حلقة إن شاء الله نتكلم عن الإسم بالتفصيل إن شاء الله وكما قال صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين إسما من أحصاها دخل الجنة الحديث رواه البخاري ومسلم أحبة الكرام يعني تكلمت باختصار عن أقسام التوحيد الثلاثة يعني ولو شئت لا تكلمت عن كل جزء في حلقات كثيرة وسنفعل إن شاء الله تعالى حينما يتيسر الوقت وأخصص الجزء الثاني من هذه الحلقة عن الكلام عن الصوفية وأهل التصوف وكما يقول المثل بدأ التصوف حرقة وانتهى خرقة بالية التصوف أحبة الكرام يعني في بدايته نتكلم عن التصوف الجميل حينما بدأ أول مرة كيف كان التصوف تصوف كان شعاره هو الوصول إلى مقام الإحسان تصوف بدأ حرق وهو أن يعتلي الإنسان المقامات العبودية يعني عندما يطبط الإنسان مقام الإسلام ثم ينتقل إلى الدرجة الثانية وهي مقام الإيمان ثم ينتقل إلى مقام الإحسان هذه هي الحرقة التي كانت عند المتصوف أو أهل التصوف الذين كانوا يشغلون أنفسهم بالوصول إلى مقام الإحسان التصوف كان أن يصل الإنسان إلى مقام الإحسان وأن يكون من المحسنين فهذه هي غاية الغايات قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال الله سبحانه وتعالى الله يحب المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وفي حديث سؤال جبريل عليه السلام فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان وإتقان العمل وتوجيه هذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى وهذه هي غاية المتصوفة في قديم الزمن يعني التصوف النقي التصوف الطاهر يعني هؤلاء المتصوفة كانوا يركزون على الوصول إلى مقام الإحسان حتى أن الحديث يعني ولفهم هذه المسألة أحب أن أقرأ عليكم حديث جبريل الطويل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلع علينا رجل شديد بياض التياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أتر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفه على فخده وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه فقال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن ترد الأمث ربتها وأن ترى الحفاتة العراتة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبيت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث يعني تكلم عن عن ثلاث أسس يعني تعريف الإسلام وتعريف الإيمان وتعريف الإحسان أهل التصوف في قديم الزمان يعني يعني كانت غايتهم إلى يعني الوصول إلى مرتبة الإحسان وهذه المرتبة لا يمكن لإنسان أن يصل إليها حتى يكون مسلما حقا حتى يكون مسلما حقا وهذا الإسلام يعني يستوجب فهم معنى لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويعني ضبط الصلاة والزكاة والصوم يعني وأركان الأركان الخمس للإسلام أن تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلي سميل يعني ضبط الإسلام أولا ثم ضبط الإيمان وفهم الإيمان حينما يعني نضبط يعني مفهوم الإسلام ونكون مسلمين حقا ثم نضبط مفهوم الإيمان ونكون مؤمنين حقا آنداك يكون الصوفي في معية درجة الإحسان وهذه المرتبة التي انشغل بها أهل التصوف وكان التصوف جميلا في بدايته فكان حرقا يعني بمعنى كان أهل التصوف يتشوقون يعني للخلوات وكانوا في حرقا لكي يربطوا علاقة يعني بريئة يعني بين قلوبهم وبين الله سبحانه وتعالى لكن للأسف لكن للأسف أحبة الكرام معنى الصوفية أو التصوف إن حرف الآن فأصبح خرقة بالية مقرونا بالبدع والخرفات والشركيات والزوايا والأضرحة فتغير معناه وتفرعت عن الصوفية فروعا كثيرا وصلت الآن إلى ألف طريقة موجودة في العالم الناس أحبة الكرام يعني الناس المتخصصين في فرق الصوفية والمتتبعين لهذه الفرق يجدون أن هناك ألف طريقة يعني موجودة على الخارطة موجودة في العالم ألف طريقة وكل طريقة وكل توجه له من البدع ومن الشركيات ما يخرجهم من دائرة دائرة الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنا وصلت الآن الصوفية إلى ألف طريقة موجودة في العالم وعندما نحقق في هذه الطرق نجدها تخرج عن الكتاب والسنة من ناحية المنهج والجوهر فتسقط من القمة إلى الحضيد فنراها تسقط من القمة وهي درجة الإحسان التي كانت لهدف الأسماء في البداية إلى السفح والحضيد وهي الشركيات والبدع حتى أننا نسمع الآن عن شيوخ الأوراد بين صاحب الورد وهو الطالب والله سبحانه وتعالى يعني هناك يعني يعني كما نقول وسيط فالطالب الذي يأخذ أوراد مثلا في خلواته لابد أن يكون له شيخ فهذا الشيخ سيكون وسيطا بين الطالب أو صاحب الورد وبين الله سبحانه وتعالى هذه من البدعيات التي وجدت يعني في هذه الفرق المنتشرة الآن وجعلوا شيوخ الطرق أربابا من دون الله لهم الشفاعة والمنهج والطريقة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد وصل الانحراف بهذه الفرق إلى الغلو في الدين وبدأنا نسمع عن غلات الصوفية الذين يزعمون أنهم يدبرون أمر العالم هذه الخطورة هناك بعد الغلات الصوفية موجودين الآن يزعمون أنهم يدبرون أمر العالم وأنهم يتصرفون في الكون على طريقتهم وأهوائهم فليس بعد هذا كفر أو شرك وهناك من رفع الولي إلى مقام الألوهية ولا حول وقوتنا سبحان الله هناك من رفع الولي إلى مقام الألوهية وعليه فعلى الناس طاعت هذا الولي وطلب المدد والعون منه والأولياء أحبة الكرام عند غلات الصوفية مراتب ودرجات وكل ولي عندهم قد وكل بتصريف جانب من جوانب الخلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وأما القطب فهو أعلى من مقام الولاية وهو الذي يدبر شأن الملكوت كله سماواته وأرضه سبحان الله هؤلاء الغلات الصوفية أو المتصوفة لهم درجات فالولي لديهم أولياء فالولي عندما يكبر 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 ويصل إلى مقام عالي جدا يسمى بالقطب الولي هو من يتصرف بجزء من الخلق وأما القطب له الحق في أن يتصرف وأن يدبر شأن الملكوت كله يعني هذا فقط بعض المعلومات أو التعارف لمن يجهل الصوفية التي الصوفية يعني حال الصوفية الآن فالإنسان كما قلت عند الصوفية حينما يصل إلى مرتبة عالية من الولاية يسمى بالقطب يعني هو جمع الأقطاب ويسمون كذلك القطب كذلك بالغوت يعني القطب له اسم آخر وهو الغوت لأنه ملجأ الملهوفين والضعفاء والحيارة والمظلومين يعني هذا هو المعنى لهذه الكلمة وهؤلاء الأقطاب عندهم التصرف المطلق الشامل في أمور الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بله فأي ضلال بعد هذا وأي شرك وأي الحراف القطب أو الغوت هو أعلى مرتبة يصل إليها الصوفي وهو الذي يملك الطلصم الذي يشرح الكون وكما قال ابن عربي هناك قطب في كل زمان وقد عد خمسة وعشرون قطبا من آدم حتى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم أحبة الكرام لقد غالت الصوفية بوضع عدة مراتب ودرجات للمتصوفاء وبيان فضلهم على الخلق واستفائهم وهذا التصنيف مذكور على لسان الدين ابن الخطيب خواص الله في أرضه ورحمة الله في بلاده على عباده الأبدال والأقطاب والأوتاد والعرفاء والنجباء والنقباء وسيدهم الغوت وقد جمعهم ابن عربي كذلك في فتحاته على ست طبقات فقال والمجمع عليهم من أهل الطريق عنهم على ست طبقات أمهات أقطاب وأئمة وأوتاد وأبدال ونقباء ونجباء لكن أحبة الكرام لكن أحبة الكرام إن جميع هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء لم تارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف باستثناء لفظ الأبدال الذي جاء في بعض الأحاديث الضعيفة ومثال ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيج وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العداء معنى هذا الحديث أحبة الكرام أن هذا الحديث ذكر كلمة الأبدال والإنسان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ضر من فهم أو عقل سليم سيعلم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعباده الصالحين فالأبدال هم قوم صالحون وأي إنسان يعني صالح أي إنسان قريب من الله سبحانه وتعالى أي إنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى فعندما يرفع أكفه إلى الله ويطلب مثلا النصر أو المدد أو يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسقيه مطار فالله سبحانه وتعالى يسجيب فلا يعني لكن غلاط الصوفية يعخذون مثلا هكذا أحاديث سواء من السنة أو يأخذون هكذا آيات من القرآن الكريم فيلوون أعناق النصوص ويخرجونها عن معناها الحقيقي ويدعون أشياء ما أنزل الله بها من السلطان حتى أن كثير من غلاط الصوفية يزعمون أن قدرة القطب تنطبق مع قدرة الله وأنه يعلم الغيبيات وكذلك يزعمون أن قدرة القطب في التحكم في بعض الدواهر مثلا الدواهر كونية إلى غير ذلك وقد نسوا قوله سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لسا أكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشر لقوم يؤمنون ومن الكفر البواح أن يعتقد بعض الغلاط أن أسيادهم يمتلكون التصرف ويستغات بهم عند الشدائد في تفريج الكرب كنا لا تجوز لا تجوز الاستغات الاستغات بمخلوق لأي إنسان الحق يعني بأن يستغيت بالله سبحانه وتعالى ولأي إنسان الحق بأن يسأل الله سبحانه وتعالى لكن أن أستغيت بمخلوق أو أجعل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وسيط بيني وبين الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز وهو ما نجده كذلك في من يتمسحون بالأضرح والقبور ويستغيثون بالأموات الذين لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا لا لأنفسهم ولا لغيرهم قال عز وجل قال الله سبحانه وتعالى أفمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وحقيقة هذا التوكل والإستعان بالله نجده كذلك في السنة النبوية في الحديث الشريف الذي قلناه سابقا عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسعن بالله وعلم أن الأمة لو شمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو شمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أحبة الكرام نجد في الحديث إفراد الله تعالى بالسؤال والإستعانة وهذه الحقيقة التي نقف عليها ونحن نقرأ صورة الفاتحة قال تعالى إياك نعبد وإياك نسعين إياك نعبد وإياك نسعين هذه الآية التي نقرأها كثيرا في صلواتنا اليومية المفروضة إياك نعبد وإياك نسعين فنحن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا نسعين إلا بالله سبحانه وتعالى المسلم لا يستعين بولي أو قطب أو أبدال أو شيخ فلان أو علان لكن يستعين بالله الواحد القهار هذه هي العقيدة التي نؤمن بها وندعو لها جهارا نهارا والحمد لله رب العالمين أحبة الكرام الكلام في هذه المواضيع تحتاج إلى وقت طويل جدا وقد قدمت لكم المختصر المفيد وبسطت الشرحة حتى يصل إلى عقول الجميع ودعوتي إليكم أو رسالتي إليكم أجمعين هي أن نعبد الله وحده لا شريك له وعلينا جميعا أن نعود إلى الكتاب والسنة علينا جميعا أحبة الكرام أن نتبرأ من كل هذه الفرق الموجودة في العالم كل فرق صوفية وكل فرق السلفية وكل الجماعات الموجودة التي تنسب نفسها إلى دائرة الإسلام وكل فرق الأهواء والأسماء والمسميات علينا أحبة الكرام أن نفتخر بكلمة واحدة وهي كلمة مسلم وعلينا جميعا أن نقف في دائرة الإسلام وعلينا أن نتبع رجلا واحدا هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نعود إلى المنبع الصافي الطاهر وهو الكتاب والسنة فكل ما هو موجود في القرآن أخذناه وكل من يناقض القرآن رميناه وتركناه علينا أن نلتزم بالمحجة البيضاء وهي الكتاب والسنة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته